الابتكارات في القطاع الخاص سعيد صباحكم أهلا وسهلا فيكم معنا نحن نكون سعيدين جدا لما تكون في فعاليات من هذا القبيل أو من هذا النوع من شأنها تدعم اقتصادنا بشكل أساسي أو تفتح فرص أمام الشباب تحديدا هم الشريحة الأوسع واللي يمكن عليهم الاعتماد الأكبر ففي البداية نحب نبلش محاضرتك أستاذ صلاح وتعطينا لمحة عن أسبوع الريادة العالمي وبما أنه للسنة الثامنة ينظم هنا بفلسطين سعيد صباحك وصباح كل المشاهدين طبعا في تلفزيون ورؤيا أسبوع الريادة العالمي زي ما تفضلتي هو حدث بالتزامن مع 180 دولة حول العالم المغزى منه هو الاحتفالية بالشباب الريادية بفلسطين وفي العالم وتشبيك المؤسسات الريادية الداعمة للرياديين مع هاي الشباب بالإضافة للتعريف على مفهوم الريادة خصوصا في الأوضاع اللي احنا نعيش فيها الاقتصاد القائم في العالم هو قائم على الريادة وعلى الشركات الناشئة فاحنا منستغل هاي المنصة اللي هي عالمية وفلسطين جزء منها من 8 سنوات انه نعرف الشباب الريادي على الفرص اللي بقدر يكونوا هم جزء منها وتحفيز الريادة عنهم فراح يكون زي ما بتعرفوا ما يقارب الـ 125 شريك من القطاع الخاص والعام كل مغزى منهم انهم يلتقوا في هذا الأسبوع بفعاليات سواء واركشات عمال تواوية تشبيكية لإدارة موضوع الريادة في فرص بالحديث عن القطاع الخاص يعني نحكي مع حضرتك سيدة جينين يعني بالعادة بيكون الجهتين بيكونوا بحاجة لنقطة لقاء المشاريع الريادية والقطاع الخاص اللي ممكن يوفر الدعم لحت هاي المشاريع الريادية أو الناشئة توقف على إجريها نحن مبدئيا بنمثل مشروع هو ممول من البنك الدولي ينفذ لصالح وزارة الاقتصاد الوطني الهدف من كل مشروعنا هو تعزيز الفرص أمام الشركات الناشئة الفلسطينية والمؤسسات الصغيرة لمتوسطة الحجم بالتحديد واللي بتعمل ضمن نطاق الإبداع والريادة تدخلاتنا عم تكون من خلال عديد من البرامج أهم أهدافها طبعا أنه نشبك ونوصل للأسواق العالمية والإقليمية بطبيعة الحال وأيضا الوصول للاستثمار واللي هي يعتبر أكيد صلاح بعرف عائق أمام الشركات الناشئة الفلسطينية بالإضافة للعديد من البرامج الأخرى اللي جزء منها أنه تحسين بيئة الأعمال بشكل عام مثل عملية تسجيل الشركات حلو قبل الحديث عن هذا موضوع تسجيل الشركات حكيتي نقطة مهمة جدا وهي تشبيك واستثمار فهل من خلالكم أو من خلال المؤسسة اللي تحدثت عنها أنتو بتعملوا فلو أب تظلكم متابعين مثلا مع هاي المشاريع لحتى هي توقف على إجريها فعليا طبيعي مش بس إنه ممكن بنص الطريق هي ترجع تنهدم وما تقدر يتكمل عملها نحن مشان هيك تصميم البرامج عندنا من البداية ومن الأساس ما بيكون من خلال فقط من أحملية نحن بنبلش مع الشركات من خلال التدريب التقني التكنيكال أسستنس بنقدم لهم الدعم اللازم بيصير فيه دراسة لكل حالة لكل شركة على حدة من خلال مختصين من خلال بورتنرز موجودين في كل أنحاء العالم بعدها لما بوصلوا لمرحلة إنه هم قادرين إنه عارفين وين نقاط ضعفهم وين نقاط القوة تبعتهم إيش الفرص الموجودة متاحة قدامهم سواء محليا أو عالميا هون بيجي الدعم المالي وبالتالي نحن بنبلش معاهم من الأساس وبتظلكم مستمرين ومتابعين بالضبط وتقديم فرص كمان تشبيك خلال هاي المرحلة طيب نتحدث معك أستاذ صلاح عن طبيعة المشاريع اللي مشاركة إن كانت مشاريع ناشئة ريادية أديش عددها وشو رح يكون فيه فعاليات يعني بل كي بتبين أديش عندهم قدرات خلاقة وبتميز هاي المشاريع خلال هالأسبوع الرياضي صحيح شكرا هلا كما ذكرت أنا في البداية رح يكون فيه أن الافتتاح اللي رح يصير في الحديقة التكنولوجية في التكنو بارك في بيرزيت رح يتضمن خلال افتتاح فعالية عالمية اسمها Get in the ring Get in the ring هي عبارة عن منصة للشباب إنه يتنافسوا أمام جوجز أو حكام اللي سيتم اختيار الشركات على ثلاث مراحل بناء على معايير ومواصفات معين صحيح المرحل الأولى هي الشركات اللي عندها أفكار ولكن ما أخذت أي استثمار أو أي Injil Investment أو Investment والفكرة أنه نعطيهم منصة للتشبيك مع الرجال أعمال رح يكونوا موجودين في الفعالية الليفل الثاني اللي هو رح يكون عبارة عن شركات اللي أخذت استثمار بحد معين ونفس الشيء رح يتنافسوا شركتين أمام الموجودين والفكرة تشبيكهم مع الرجال أعمال بإضافة تشبيكهم على مستوى عالمي في المنطقة المحيطة زي الدول السعودية أو الدول الخليج لش رح يكون في ممثلين مثلا عن شركات من دول عربية؟ صحيح لأنه إحنا رح نخلص أسبوع الرياضة رح نتوجه للرياض الرياض رح يكون هو في مؤتمر عالمي بيجمع كل الرعاء اللي اشتغلوا في موضوع أسبوع الرياضة في كل دولة بالإضافة إلى كل منظمين كل دولة ورح يكون معهم ديليكيشنز اللي هم ممثلين من القطاع الخاص والعام اللي يذهبوا إلى هذه الدولة للتعرف على المنصة العالمية في موضوع أسبوع الرياضة فهي منصة فلسطينية ولكن الأهم من هيك إحنا نشوفها هي تشبيك الموجودين في فلسطين مع الإقليمية يعني الانتقال من محلي لمستوى عربي وخلينا نحكي ممكن أيضا مستقبلا دولي فهذا بتخيل مشجع لكل اللي عم بيشاهدونا أنهم يكونوا من المشاركين طيب نتحدث أكثر عن طبيعة موضوع مشاركة القطاع الخاص إيش رح يقدم القطاع الخاص عاد عن التشبيك والاستثمار وكل هاي الأمور هل بما أنه فيه مصابقة هل رح يكون فيه داعم مثلا جائزة مادية معنوية كيف رح يكون طبيعة شكلها المصابقة وطبيعة شكلها الجائزة يعني أكيد صلاح بقدر يحكي أكثر عن موضوع القطاع الخاص نحن بدورنا بمشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص نحن هدفنا أنه ندعم القطاع الخاص وبالتالي من خلال المعرفة ومن خلال الكونكشنز والعلاقات اللي ممكن نبنيها ومن خلال أنه نساعدهم بالاطلاع على إيش عم بيصير برضو في كل أنحاء العالم فنحن بدورنا غير أنه بالمشروع نحن رعا لأسبوع رياد العالمي نحن بكل شغف وحماس أكيد رح نكون فيه لنا كمان عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع اللي هي بتركز على أهمية أنه كيف نحن نبلش بأفكارنا من البداية لحتى نوصل فيها للعالمية هذا جزء كتير مهم نطلع على جزئية المستثمرين في كل أنحاء العالم إذا ندركهم أكثر توجيه نعم صحيح أكثر توجهوا المؤسسات أو خلينا نحكي الشركات الخاصة نعم صحيح يعني من وين لازم يبدو وين الهدف ومع مين لازم يشتغلوا نعم صحيح وكيف ممكن يستغلوا الطاقات الشبابية بالطريقة الإيجابية خلينا نحكي بالضبط وبرضو مشان نفرجي إيش الأشياء المحيطة فينا سواء محليا أو عالميا يعني واحد من الأشياء المهمة اللي رح نستعرضها خلال أسبوع رياد العالمي هو تقرير نحن عملناه بدرس بيئة ريادة الأعمال في فلسطين ككل وين إحنا واقفين كيف لازم نتحرك إيش الأشياء اللي جاي علينا فبالتالي كمان رح يكون في وجود في بعض الحلقات النقاش لمستثمرين يعني مهم جدا يكون في تحليل الواقع الاقتصادي لحتى الشركات الخاصة أو حتى المشاريع الناشئة يكون في عندها تعرف البوصلة ترتجح إلى أي طب الحديث بنهاية يعني حديثنا مع حضراتكم نحب نعرف أنه بالفترة الأخيرة خصوصا بالسنتين الماضيين الكورونا أجات يمكن في كتير مشاريع كانت ناشئة للأسف اضطرت إنها تسكر بسبب الأوضاع والظروف المحيطة فإيش ممكن يعمل أسبوع الريادة هيك ترك بلك أو كلك خلينا نحكي لحتى يرجعين عش هالوضع الاقتصادي وهالمشاريع اللي للأسف وقفت بمحل معين بسبب الظروف المحيطة وهذا صحيح عن تركيزنا أصلا بأسبوع الريادة هاي السنة بعد السنة فاتت كان فيه أسبوع الريادة ولكن في كل عالم كان على الزوم أو على التواصل الاجتماعي كل العالم ضرر يعني أكيد فهي سنتركيزنا على فرصة كورونا فرصة الكوفيد-19 وكيف نحولها لفرصة للشركات الناشئة فعم نشوف كتير أنه من المقدمين للأسبوع الريادة من الشباب الريادين بيحكوا عن موضوع الإي كوميرس بلاتفورمس عن الأونلاين عن التشبيك حتى التعليم أونلاين ففي عنا بأحدى المسابقات راح تكون شريكات التسويق الإلكتروني لحصة كبيرة راح يكون في عنا شركات للتعليم الإلكتروني باختلاف اللغات فهي فرصة وهي أكيد يعني زي ما حكينا أسبوع الريادة للشباب وإحنا دائما نقولهم يتفرجوا عليه أنه ليس فقط في فلسطين هو منصة تشبكهم مع العالم بالتأكيد يعني وحتى لو ما كانوا مشاركين بل كي بيسوأ أن الواحد ييجو يحضر بل كي بالسنين القادمة يكون أحد المشاركين ويأخذ فرصته بشكركم جزيلا الشكر على وجودكم معاي نتمنى لكم التوفيق في أسبوع الريادة العالمي والاستمرار بهذا النهج اللي برفع اقتصادنا وبرفعنا على شأن الفلسطين وحتى الشأن العربي شكرا جزيلا حضر راح يومي شكرا جزيلا شكرا